من الأسماء الثانية اللي ما ذكرناهاش اللي بنستكملها مع بعض بعل زبول وده معناها سيد الزباب أو القاذورات وده لما الرب يسوء أخرج شياطين لأن الشيطان كان ممكن يتجسد في إنسان وزي ما شفنا في كرة الجدريين الشخص اللي كان الشيطان بيمتلكه كان يعني يجرح نفسه بالحجارة وده شيء يعني self destruction يعني واحد بيضمر نفسه وده شيء غريب يعني والرب يسوء لما أخرج الشياطين الشياطين على فكرة عرفته وقالت له أنت ابن الله وقالت له لماذا أتيت قبل الوقت لكي تعذبنا لكن الفكرة أن الله لما أخرج الشيطان من حياته حياته تغيرت فالفرسيين اللي هم كانوا بيتعاملوا مع الدين أو يعني بيتظاهروا بالدين قالوا فلما سمعوا عن الشخص ده قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلى زبول رئيس الشياطين فكان تفسيرهم لأن الرب يسوع لما أخرج الشياطين أنه هو برئيس الشياطين أخرج الشياطين فالرب قال لهم لو في مملكة منقسمة على ذاتها مش هتثبت فهو سيد الزباب هذا كلمة معنى ببعلى زبول كلمة تانية اسمها بليعال ومعناها بنو لئيم فاللؤم أو الخداع كلها شوف الصفات متدخلة ومتقربة علشان تدينا شخصية لكائن بيحاربني ليل ونهار فالرسول في كرونسوس تانية بيقول أي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن ودي عن علاقتنا وشركتنا لازم تكون في النور وتكون بعيدة عن هذا المخادع اللئيم استلاح يهودي يستخدم أنه أنا مش شرير أو ابن الشر أو ابن الفساد أو الخطية صفة تانية الحية القديمة التنين العظيم ففي رؤية ناشر بيقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان فينا مجمع كل الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها بيقول الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته فهو مضلل فهو مخادع فهو متمرد فهو شرير فده العدو اللي احنا بنواجه وكذاب وكذاب وقتال للناس منذ البدل ولص وصارق فلما نعرف عنه كده ونعرف أن احنا انتصرنا في المسيح المشكلة أن احنا بنحاول نواجهه بمجهودنا أو بالمنطق البشري فبنفشل لكن احنا لو اتبعنا النموذج اللي قاله الرب يسوع مكتوب ومكتوب ايضا هنقدر نتغلب على كل محارباته ولو وقعنا في الخطية ان سقطت اقوم ما اسمعش صوت الشيطان بتاع اليأس لكن اسمع صوت الروح القدس بتاع التبكيت عشان ارجع مرة تانية ايوه يعني هو اللي بيغوي هو اللي بيغوي هو اللي بيسقط وبعد ما نسقط بيشتكي علينا بالزبط كده المشتكي على الاخوة ليلا ونهارا في رؤية 12 بتكلم في عدد عشر وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لبأ لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا فهو مشتكي فبعد ما يغريني وانا اقع في الخطيئة يروح يشتكي علي فهو كذاب وابو الكذاب لكن المرة دي بيقول الصدق ان انا وقعت في الخطيئة ونلاحظ ان هو بيقول ايه يشتكي عليهم نهارا وليلا يعني 24 ساعة بس اللي عايزة طمن نفسي بي وطمن كل الاحباء المشاهدين اني عندنا شفيع في السماء الرب يسوع عن يمين العظم في الاعالي يتراء ويشفع فينا طول الوقت يعني برضو انت بتذكر الاسماء والصفات دكتور ناجي انه يعني الشخص اللي بيشتكي يعني فيه ناس دلت تشتكي 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 ايه برضو صفة شيطانية الشخص اللي بيكذب وبيكذب وبيكذب هذه صفة شيطانية الشخص اللي عنده يعني عنف داخله وقساوي يعني روح العنف موجودة في داخله صفة شيطانية الشخص اللي يعني عاوز ينهب ويسلب مش يعني شرط فعليا ولكن في تفكيره دايما عاوز طماع في أمور أخرى سواء الشهوة الجسدية الجنسية في أي حاجة كل هذه الصفات شيطانية بالتأكيد بالتأكيد وعشان كده لازم نعرف عدونا علشان نعرف إزاي نحربه فهو مشتكي وديها شيء مرعب أنه يشتكي علينا نهارا وليلا ما بيبطلش لكن الشيء المعزي والمقوي أن الرب يسوع بيشفع فينا عنا المدافع والمحامة والشفيع واللي دفع التمن فالشيطان يجي يقول له ناجي عمل غلطة يقول له بس أنا دفعت تمن الغلطة دي وناجي بيؤمن بي فالشفاعة الرب يسوع لينا دي شفاعة مهمة جدا 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 لحد لما يجي مرة تانية ويخلصنا من جسد الخطية فنقدر نعيش معها بسلطان جديد من غير ما يبقى وشطان هيقيد وهيطرح في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الاسم الثاني القتال القتال أوكي احنا جبناها بس جبناها بس يلعايزين نقول لآية بتاعتها في يوحنة 48 رب يقول للشعب اللي كان مش عايز يسمع له بيقول له أنتم من أبن هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبر في الحق لأنه ليس فيه حق ولازم نفهم أنه قتال مش بس بيقتل لكن قتال سفاح وبيقول للرب أنه شهوات أبيكم تريدون أن تعملوا بيقول إن ذاك كان قتالا لناس منذ البدء فهو في البدء في جنة عدن لما راح يحارب حواء وآدم كان بيحاربهم عشان عايز يقتلهم عايز ياخد منهم الحياة ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق فدي الأسماء اللي جمعتها من كلمة الله بشواهد كتابية عشان تورينا من هو العدو